اه يا دكتور من فضلك رفيق اهماني مصنع مواد العنايب البشر خطة التسوية تستهدف العميل النهائي عبر اعلانات مع العلم انه ليس العميل المباشر العميل المباشر هو تبجار الجملة هل هذا صحيح صحيح جدا وفيه استراتيجية كده يعني دي احد استراتيجيات الترويج زي ما بيبسي بتعمل وشيبسي ما هو شيبسي مش هتبيع هيشتري كيس هي بعملة حلقات توزيع بتوصل في الاخر ان الكيس ده موجود في بقالة في سوبر ماركت وهم طبعا بيعملوا بقى حاجة اسمها توزيع مكسف موجودين في كل النواة دي في المستشفيات في الكشاك بتحط ايه مطرح ما تشوف اي حد كده بيبيه حاجة بتلاقيها ما عنده شيبسي الاعلان موجه للمستهلك النهائي لكن هو حلقات التوزيع هي اللي بتاخد هي اللي بتشتري فانت بتعمل حاجة اسمها بول بول يعني ايه بتبع بتدي البضاعة والبول يعني السحب سحب تبعت عملة سحابة ده صح جد بس في الحالة دي لو انت نجحت ان يحصل البول فانت بتقلل الخصومات بتاعت الموزعين عشان نقارنها بالطريقة التانية وهي طريقة نجحة برضو اسمها بوش تركز على الموزعين والتبجار وتريحهم في المكاسب وفي النسب هيستقتلوا هم عشان يبقى اول حاجة تعرف الفرق ازاي لو انت وقفت في معرض مثلا معرض اجهزة كهربائية وبتسأل على الغسالة فلنفترض مثلا معروف حاجة معروف حاجة زي ال جي مثلا ال جي معروفة وعملة بول جامد يجي يقول لك ايه ده احنا جلنا غسالات هي في المكانة بتاعتها صيني وماركة جديدة ومعرفش بتتقفل في مصري ايه ولا صيني ايه وهو عايز يبيعلك دي ليه كسبان فيها اكتر دي جياله بطريقة البوش كسبان فيها زي الفل والتانية بتطلب منه بس كسبان فيها قليل هو طبعا الموزع عايز دايما يشتغل على الحاجة يعني عايزك تعمله الحاجتين دايما عايز هو ايه تجيب له البضاعة وتكسبه فيها كويس جدا وتروح جايب له الزبون يشتريها وهو قاعد حط رجل على رجل طبعا ودي استراتيجية موجودة اسمها بوشبول بس دي صعبة جدا تتعمل في شركات عملها بس شركات قليلة لانك كل طريقة ترويجية بتكلف فلوس عشان توصل للنهائي داي عايز فلوس وعشان تغري الموزعينك بخصونات عايزة فلوس فعشان تعرف تنافس بسعرك وتعمل اتنين صعبة الاخ واقل بيسأل عن اهمية المظاهر في البزنس مهمة جدا مهمة جدا اللي كان بيسأل تحديدا عن السيارة والملابس والحاجات اللي زيدي مهمة لانها احنا كبشر لما تيجي تقول لي ايه طب انا انا ببيح حاجة كويس او اسعارها كويس يفرق ايه مع العميل ان انا رايح له بمارسيدس ولا نازل من ميكروباس لا بيفرق جدا بيفرق جدا اللي فاكر ان الامور في الاخناع والعلاقات بين البشر ورقة وقلم ومعادلات وحسابات ويقول لك اه ده اصلا ما بحبش اروح بالعربية ده انا انا بوفر ده انا عندي عربية غالية لا طبعا بالعكس شركتك تبقى شيك لبسك شيك وحاطط برفان كده حاجة جامدة جدا هو انا اتباتع بنفسي وقعد اجيب جرفتات ليه ما انا ممكن اطلع لكم بالبيجامل يعني عادي جدا يعني لا لا الفرست امبريشن مهم وجزء من الاحترام الناس ليك هي الحاجات دي وعشان كده بتتبع لي هو المارسيدس بتتبع لي ولا البرندات الغالية دي بتتبع لي الساعات الغالية ما انت الوقتي الموبايل فيه الساعة كام الموبايل والساعات الديجيتال الرخيصة دي ما يعني ما الشيء الغرض يعني انا طبعا بقارنها بساعات زي الروليكس اللي بمليون واتنين مليون جنيه والكلام ده اه لا دي بريستيج هي اسمها بريستيج بروتكس اللي بيلبسها بيقول للناس انا اه بقيت في مكان معين والناس لما بيحسوا بقوة الشخص اللي قدامهم كده بيبدأوا بشكل لا واعي يبقوا حابين يتعاملوا معاه وحتى يقول لك ايه هو مش عايز مننا حاجة ده هو ده الراجل عايز يخدمنا ده مش فرق معاه يعني يعني وانت لو بتركب عربيات يعني ماركات مختلفة هتلاقي تعامل الناس معاك في الشارع وانت راكب مارسيدس غير خالص وانت اه راكب تمانية وعشرين اذا كانت لسه في تمانية وعشرين يعني في السوق او فيرنا او انا مثلا في مرة من المرات حصل معايا مواقف اه بسندوق دي الدبابة كنوا جايبينها من المنصور وبعدين اه في مرة اه في مرة نزلت مع حد من الموظفين وقلت اما ايه اسوق انا الدبابة واروح بقى ايه عايش في دور المندوب واتكلم انا مع الناس وحاجات زي كده اه تلتاشت تلطيش في الشارع وعزرت والله السوقين يعني كون ان انت اه براكب عربية نص نقل لطريق تعامل الناس معاك مختلفة جدا انا عسطا ايرجع انت ما بفقدت مبدئا بيشتموك اول حاجة يعني انا واحدة ستة انا فاكر داخل في شارع مبدئيا اول حاجة انت حمر على طوقنا وطبعا سوا اقولت والله من راكبها تاني فما تجيش تقول لي ايه مهمة مهمة جدا مهمة جدا يوعى تركب دبابة وتروح دبابة وتبقى انت صاحب الشركة وتروح لعميل تخلص معاك عارف ايه توقع ان انت هتتعامل بشكل مختلف حتى اللي جان في الشارع حتى الامن الشرطة لو انت معدتش كده وصباح الخير يبقى انت رحت في الكزوزة الكزوزة دي كانت كلمة زمان يعني معناها الحاجات الساعة والبيبسي والكلام عشان ده بس بنبقى بنحاول ننزل الترجمة يعني عشان الله يمجيش في ترجمة القرارات الاخيرة دي مهمة انا افضل نتكلم فيها كلام كتير قوي وايه الفرق ما بين اللي معرفش الاعتماد ومستناد تحصيله وايه الممكن يكون اسباب القرار الحقيقة انا لسه بكون فكرة علشان انا يعني قلتلكوا قبل كده قدرتي على الهبد محدودة بحب اقول كلام نسبة الهبد فيه تكون اقل ما يمكن او حتى لو هبت ما تحسوش ان بهبد يعني ايه اضحك عليكم كده انا بهبد يعني لكن انا لو دلوقتي هتكلم هيبقى حجم الهبد كبير شوية فاسبوره علينا شوية اكتين واحنا منعين حتى اي حد ينشر في الموضوع ده تقريبا على الجروب لان بتيجي كميات فتاوي فضيعة الله اعلم بعضها ممكن يبقى صح بس كلها يعني كده مش مستندة الى شيء حضرتك احمد باسيوني بيس الحرك تفضل شركة تصديل خضروات وفاكه في مصر ولا في الخارج مع العلم المشروع قائم من خمس سنين في مصر لو انت مشروع قائم من خمس سنين في مصر معنى كده ان انت فهمت السوق ده فهمت سوق التصدير من مصر ومصر بتصدر ايه اصلا انت اي بلد هتفتح فيها بتصدر فواكه وخضروات غير مصر يعني احنا معروفين بتصدر حاجات معينة لو خدت خبرة وحققت نجاح هتطلع برا مصر ليه هتطلع برا مصر ليه لان انت هتطلع برا مصر هيبقى فيه حاجات بيحتاج تفهمها من الاول تاني عملائك هيبقوا مختلفين ومنتجاتك مختلفة وطريقة التفاوض والتسعير هتاخد فترة كبيرة وتكلفة بداية البزنس في مصر ارخص فانت هتروح تبدأ بزنس وانت بادئ اصلا بطول من خمس سنين بدون شركة اكيد انت بتعتمد على حد يصدرلك ممكن بقى تعمل شركة وتصدر انت بنفسك والتصدير هم بيسهلوا فيه مش عاملين عليه القيود بتاعة الاستراد اللي اتعملت طبعا على كذا مرحلة يعني تأييد الاستراد مش هو بس القرار اللي طلع الاسبوع اللي فات ده لا فيه حاجات كتير التصدير مش كده فاجابة عامة كده بدون دخول في تفاصيل ومن لان مش عارف اسألك طبعا اكتر من كده في اللايب مصر اتكفتها ترجح يعني حاولنا اتمنى نكون قبضينا ووقت افادكم التقيكم على خير ان شاء الله الاحد القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة